اشتركوا في القناة فالشعر تحكمه الساعة في طرح قضايا إبداعية وجمالية وتخيلية متعلقة بالإبداع معنا اليوم الشاعر مانع جمعة مطر الوشاحي حياك الله معنا شاعر ومسي عليك بالخير الساعة الخير والنور والسرور ومسي على المشاهدين وإزاكم الله خير وللشرف أن يكون أضيف لكم في القناة الشرقية وإحنا أيضا سعيدين تواجد شاعر مميز معنا في حديث المساب حيث أنه يخلي اليوم مسيتنا شاعرية إزاكم الله خير طبعا دائما نتكلم مع شاعر وله في الكلمات الشاعرية والكلمات المميزة شاعر مانع تأثر في بيئة المحلية بيئة الحوالي اللي دائما أي شخص فينا يتأثر فيها فهو نمى أو عاش في بيت تأسس على الشعر فبالتالي نمت هذه الموهبة معاك نعم طبعا هي البيئة الدولة الكبيرة في الشعر خصوصا في الموهبة فأنا نشأت في بيئة شعرية طبعا والدي شاعر وخالي شاعر فتأثرت يعني بالبيئة الموجودة يعني الوالد وخالي والبيئة الموجودة حوالي تأثرت بها كثير يعني نقدر نقول الشعر يصير بالوراثة أو ممكن الشعر معدي لا والله بالوراثة عاد إذا قلنا الوراثة فقط بعد صعبة مش كل يعني إذا أبوك شاعر مش شرط كل الأبناء شعر يكونوا شعراء صح لكن هي موهبة 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 كموهبة ترسم وكموهبة مسرحية لكن الوراثة لها دور يعني إذا أنت مثل أخوك أو أبوك شاعر لا دور طبعا تتأثر فيهم أكيد أن تتأثر أنا كنت متواجد دائما معا في البيت فيكتب فأكيد تأخذ من أبوك شيء أو من أخوك أو من البيئة الموجودة فيها أنت صحيح طبعا هذه البيئة مش فقط أثرت فيك أنك تكون شاعر إنما أثرت في كلماتك الشعرية ودائما ميول الشاعر مانع أن يكون شعر تراثي يحتوي على الكلمات التراثية الجميلة ما السبب؟ هل التراث يعيش في داخلك وتحب التراث لذلك عكسته في شعرك؟ أكيد فدائما الشاعر يعكس صورة البيئة الموجودة فيها هذا التراث ولابد من الشاعر أن يتحفظ بتراثه ليس شرط أن يكون التراثي بحت صحيح يعني في حدث التطور في الشعر وفي تغيير ولكن يكون متوازن في المواضيع التي يطرحها الشعر جميل أنت شوقنا نسمع شيء من هذه القصايد الجميلة بما أنها قصايد تحمل روح من التراث الإماراتي من تراثنا من عداتنا تقاريدنا نعم في قصيدة ما دام أننا مقبلين على شهر رمضان هي دينية وفي نفس الوقت وطنية حلو يقول استبشري نفسنا بهلاله شهر فضيل وسعدنا في فاله أقبل علينا والنفس ترحب من حكمة الله وقدرته وجلاله إسلامنا واحد ودين الأمة من سيرة محمد وصحبه وآله رسولنا موصي علينا ولكن ضعنا ولا ورث وصلاح عياله رسولنا موصي علينا ولكن ضعنا ولا ورث وصلاح عياله في نصرة الإسلام راحة عزة ولو قلتها بلغين نرثي حاله يكفي بأن القدس ما يعرفنا ما نقدر نمره ولو رحاله يكفي بأن القدس ما يعرفنا ما نقدر نمره ولو رحاله لو كلنا خذنا من الصديق خصله نهار ما زكى جميع عمواله ولو بيننا عثمان ما نعرفهم ولا جبل خرسان من يبقى له يا عمر ضعنا في يومنا الهجرية والطاولة ناس نبنا محتالة الله جمعها مع علي بمرضاته عدل الحكيم وعون من يسعاله لا عاد لا بدر ولا حطين ولا خارد ولا عاد لليرموك من خياله حتى علوم القادسية ماضي معنا ومعهم منهج بشكاله نسهر على مسلسل يذم الفاتح وعيوننا تظلم بياض أفعاله نسهر على مسلسل يذم الفاتح وعيوننا تظلم بياض أفعاله لو لا جبل طارق يخلد طارق إن كان مجهول الأسم برجاله وأنا أقول إن العشام في الدولة وفعال زايد يورثوها عياله يا سلام يا سلام وأنا أقول إن العشام في الدولة وفعال زايد يورثوها عياله ردت على سهيلة اليوماني فزعة وتاح المواطن غطرته وعقاله النصر بنك تنصر المستضعف من قبل الله ظلم البشر يغتاله والعز بنك ما تجامل نفسك لما رضالك شيء لا ترضاله والفخر بنك في حماديرتهم رمز العطاء وسحب الوفاء وهماله ما يجحد النعمة سوى بغضها وأكبر دليل بفعلة الشغالة الله تغفر عن خطايا مننا يوم الردي ينكر غذيث أعماله والله يعز الدار وأهل النخوة الشيوخنا شعب ربط فرماله هذه الإمارات والأمجاد تتوارث وشلوا معي في صوت حربيه وعياله وشلوا معي في صوت حربيه وعياله صح لسانك الشعر كلمات جدا جميلة كان في صورة تعبيرية بين الشعر بين التراث وبين الوطن وحب الوطن وأيضا والتاريخ الإسلامي صورة جميلة جلستها من خلال هذا الشعر في العادة دايما تحاول تدمج بين هذه الصور تعبيرية الشعر منع دائما الشعر لهدف خيال هو مش خيال واقع يعني الأشياء التاريخية هي واقعة صورة تتخيلها وترسمها من خلال كلمات الشعرية أكيد هي كسيناريو يعني الشعر يرسم له كسيناريو يعني الأشياء التاريخية لا بد أن نرجع له صحيح جميلة أيضا هذه النظرة أنه موثق في القصيدة شغلات تاريخية يعني أيضا جميلة تعطي إحاءة جميلة دايما قبل ما تكتب الشعر الفنان أو الشاعر مانع هل تكون موجه الشعر لقضية معينة أو فكرة معينة في بالك يعني في البداية تخلق هذه الفكرة ثم تتوجه للكتابة أم أن كتاباتك عفوية أحيانا يكون موقف 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 فالشعر يتأثر بالموقف ويكتب في الموقف وأحيانا يكون كهدف الهدف يعني لقضية يعني في قضية موجودة تتأثر بالقضايا الاجتماعية وتكتب فيها أكيد يعني تكون قضية في المجتمع وتأثر بالشعر يحاول أن يكون رسالة للمجتمع جميل أيضا بعض القصايد الشعر مانع صارت قصايد مغنى يعني أحيانا بعض الشعراء ممكن يتنازل عن بعض كلمات الشعرية أو رتن معين في هذه الأبيات الشعرية التي يكتبها بحيث أنها تغنى أو تلحن بطريقة معينة فبالتالي الشعر ممكن يتنازل عن كلمة معينة أو نقدر أقول جمل معينة من الشعر حتى أنها تتوالم مع هذا اللحن أو تتناسب معه فهل الشعر أنت برأيك أن الشعر ممكن يستغنى عن بعض كلمات التي تعب وكتبها يعني ممكن من ناحية يغير الكلمة بحيث تتوالم مع هذا اللحن مش شرط أنها غير الكلمة يمكن يكتب للموقف هذا قصيدة مثل قصيدة غنائية تكون قصيدة غنائية لفنان معين مش شرط أنها القصيدة كل قصيدة تغنى ولكن أحيانا الشعر يحط في موقف يعني فلا بد أن يتنازل عن بعض الأمور والشاعر مانع هل راح يعني قصايدة تلحن وتغنى يعني بعض الشعراء يرفضون هذه الفكرة والبعض ممكن عادي يعني والله أنا ما أرفض الفكرة هذه كشخصيا لأن دائما الشعر يوصل للجمهور أكثر أكيد صحيح فالقصيدة المغنى يعني تختصر على الشعر الكثير الكثير صحيح فبعض الشعر يتحفظ للأغاني والمواضيع هذه فكل شعر لنظرة يعني جميل طيب نقدر نقول أن الشعر دائما يعيش في قلب الشاعر ويعيش في روح الشاعر فهل دائما الكلمات الشعرية تأتي في أوقات معينة تأتي في ظروف معينة في بيئة معينة يعني مثلا الشعر لما يكتب قصيدة هل لابد أن نتوفر لظروف معينة حتى أن يكتب القصيدة بطريقة يعني المطلوبة أو أنه ممكن حتى في بعضهم يقول لك وانا سوق السيارة ممكن أتيني فكرة شعر وأكتبها لكل شعر طريقة فبعض الشعر يقول لك أنا ما أقدر أكتب في جو في يعني شارع أو جو عام صعب لأنه يحب المكان الهدوء طبعا ولكن أنا شخصيا أرفض أني أكتب قصيدة في شارع لأن القصيدة طبعا أنت يبقى تركيز في القصيدة شو الخاطب فكرة وزن القصيدة وزن القصيدة وصور القصيدة فلا بد أن يتوفر الجو المناسب للشاعر كي يعني يبدع صحيح ولكن يعني أحيانا في بعض الشعراء يكتب لك في الشارع بيتين أو ثلاثة بيات حق تواصل الاجتماعي تواصل الاجتماعي وشكل التواصل الاجتماعي يعني في يعني شايل عليه شوية الشاعر مانع لا أنا مش شايل لأن بالخطر أخير الكثير من الشعراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعني طلعوا شعراء كثيرين فصرنا ما نفرق بين الشاعر الحقيقي والشاعر اللي يسمي عمره شاعر أيضا هذا يخلي شيء يخلي أي متابع ممكن ما يستلذب هذا الشعر بالفعل لا بد أن يكون شعر حقيقي ولا معنى هذه ظاهرة اجتماعية انتشرت بالفلاونا الأخير أكيد انتشرت كثيرا لكنه يعني المتذوق يقدر يفرق يقدر يفرق إذا كان متذوق مش عارف الشعر يعني شوف التواصل الاجتماعي وشوف الإعلان لها الشعر كثير أو المتابعين مثلك مثل الإستقرام فيقولك هذا شعر على أي أساس قال شعر على أساس نظرته للمتابعين وانتشار الشعر صحيح ولكن فيه ذايقة شعرية موجودة يعني طبعا يعني تعرف تفرق من الشعر ومن المستشعر المستشعر جميل طيب قبل ما نكمل حوارنا أيضا حاببين نسمع شيء من هذه القصايد الجميلة شو راح تسمى حكمة حكمة نحن نقول الليالي هم وحزان وسهر والمصيبة مخاوية الثلث الأخير الصباح يقرب ضلال العصر وثم عدنا للمسايا الله خير تمضي الأيام ويمر العمر ولامدانا يوم يا الوقت القصير السنة أيام فاثنع عشر شهر والشهر أيام في سبوعها نسير انقضينا آخره قلنا عبار وانبدينا أوله قلنا يطير لو خذيناها على وجهة نظر الصغير بحكمة يعادل كبير الخطى يقبل من أبواب العذر والحقيقة شيء والواقع مرير ليه تنقرها الزمان ونعتبر ولا نلوم النفس وإحنا نستدير الحياة بنعمة عقول البشر والحياة اللي تنادي للضمير ارتباط البحر مع نف المطر وفي مدار الأرض لو خف المسير ما سألنا عقولنا وين المفر ولا حسبنا إياه من حساب البصير بس يكفي طيش وهمال وكبر البنادم لو كبر يبقى صغير ابني لذاتك طموحات وقدر الفقير اللي من إيمانه فقير الورد به شوك وغصون وعطر وانت مع نفسك يا عاقل تستخير في الصباح يكمل الظهر الحصر والعشاء وقته مع المغرب قصير خمس ما فيهن على العاقل عذر ونوضع مقياس للشخص الضرير ونوضع مقياس للشخص الضرير السلام عليك يعطيك العافية الشعر لهذه الكلمات الجميلة أيضا للحكم والمواعظ عطيت مجال في قصايدك ودخلتهم في قصايدك أكيد يعني لابد للشعر لهدف معي فما دائم الشعر يكتب غزل صحيح ما دائم الشعر يكتب وطني أكيد أن الشعر يتأثر بالعواطف ويتأثر بالوطن ولكن في قضايا لا بد أن الشعر يطرق لها بالفعل كالمسرح أحيانا المسرح يحل قضايا مجتمع صحيح فلا بد الشعر أن يكون لنصيب لدور في هذه المواضيع بالفعل أيضا هناك شريحة معينة كبيرة تحب دائمًا تستلذ بالشعر والكلمات الشعرية وأيضا تأخذ هذه العبر الموجودة في الشعر كنا نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي الشعر ما نعوين عن مواقع التواصل الاجتماعي هل يعطيها هذه الأهمية الكبيرة نفسما من بعض الشعراء ممكن يستخدمونها كوسيلة للانتشار أكثر ما أنها تكون وسيلة يعرض من خلالها الشعر والله أنا موجود في التواصل الاجتماعي لكن مش التواصل الاجتماعي يعني مش لازم يكون اعتماد الشعر على التواصل الاجتماعي فكثرة التواصل الاجتماعي أحيانا شتت بالشعر فلابد أنك أنت التواصل الاجتماعي لهدف أو لنشر قصيدة معينة صحيح ليس شرط أحيانا نحصل بعض الشعراء يكتب لك يوميا قصيدة صحيح ولكن نفس الموضوع ونفس الفكرة يعني ما فيه تغيير إذا سمعت لقصيدة اليوم سمعت لبكرة قصيدة نفس الموضوع لماذا؟ لأن الشعر يفكر في كثرة القصيد ما يفكر في نوعية القصيدة صحيح هنا المشكلة كيف أنه يرضي الجمهور من غير جودة الشعر نفسه؟ أكيد هو تفكيره في التواجد يعني في كثرة القصيد أنا دائم موجود في التواصل الاجتماعي ولكن أعتقد أن أيضا مواقع التواصل الاجتماعي تخدم الشعر من حيث أن يشوف ردة فعل المستمعين لهذا الشعر ممكن فيه آراء منهم تنطرح سواء كانت بناة أو سلبية فبالتالي هل أيضا هي تفيدك كشاعر أنه فيه انتقادات على هذا الشعر؟ أنت دائما أكيد تفضل أنك تسمع هذه الآراء والانتقادات؟ أكيد أنك دائما تلك جمهور وينتظر يعني الشعر شو قال صحي ولكن هي مسئلة الجودة يعني مسئلة الجودة في القصيدة جودة للشعر نعم هنا المشكلة يعني أنا أقدم للجمهور اليوم قصيدة وبكرة قصيدة وبعد بكرة قصيدة ولكن شو مضمون القصيدة بالضبط؟ صحي فلابد أن الشعر يعني يحاسب له المواضيع يعني أنا أقدم قصيدة في شهر ولها صدى صحي ولنين في الضائقة الشعرية ولا أقدم في الشهر عشر قصيد يمكن أطلع بقصيدة بحدها صحي فما لدعي يعني القصيدة الثانية هذه أثر سلبا على الشعر نفسه حتى الناس ممكن مثل ما أنت ذكرت أن المتذوقين للشعر عندهم حس يعني ممكن يفرق أن هذا الشعر بالفعل هو شعر قيم ويحمل معاني معينة أو أفكار معينة من خلال هذه الأبيات الشعرية المشكلة أختي الكثرة الشعر أحيانا تكتب قصيدة بتكون مستواها جيد ولكن أنت تفكيرك أنا أكتب عشر قصيد صحي فأحيانا يصير تهذبذب في بعض القصيد يعني قصيدة مستوى جيدة قصيدة مستوى يمكن تقول مش الشعر اللي كاتب نفس القصيدة يعني تصير فروق في القصيد صحي يعني هو نشغل بكثرة القصيد ولا نشغل في مضمون القصيد أو أفكار أو الصور اللي في القصيدة فتحصل لشعر قصيدة قوية وقصيدة محترمة تأثر في الضايقة الجيدة صحيح وتحصل قصيدة يمكن الضايقة تقول ليش كتبها القصيدة الشعر صحيح يعني فيه تذبذب في المستوى وسبتها هو كثرة الكتابة كثرة الكتابة نعم طيب الشعر مانع بما أنه مشغل بيئة لحوالينك بيئة شعرية دايما في كتابة قصيدك هل ترجع دايما للوالد لخالك تسألهم عن مثلا بعض الأشعار اللي تكتبهم أراءهم أكيد بالنسبة لك داعم كبير أكيد لو كان الشعر يعني متمكن لا بد أن يرجع لأن دايما الأخطاء اللي يقع فيها الشعر ما يكتشفه إلا الشخص الآخر يعني أخطاء الشعر ما تبين لنفسه صحيح يمكن وجهة نظرة شيء ثاني ولكن لما يعرض القصيدة لشعر يمكن أنه فيه ملاحظة أو فيه موضوع وزن أو فيه موضوع فكرة لا بد أنه يستفيد من الموضوع حتى للذايقة أحيانا أنت تكون القصيدة وبينك وبين نفسك أنك أنت يعني القصيدة خلاص ما فيها خلل منتازة وما فيها خلل تعرض القصيدة تحصل الضايقة فيه تعليقات على القصيدة صحيح فأنت قبل ما تروح ترسل القصيدة لا بد أنك تشاور شعر مثل أبوك صحيح ويعني هم ناس مخضرمين في الشعر خذوا باع طويل أو لهم مسيرة طويلة في الشعر فأكيد لهم خبرتهم في الشعر أكيد فهذه الخبرة اللي وياهم اللي صارت معهم مع السنوات الطويلة هذه تبين لهم أشياء يمكن أننا بعدنا ما وصلنا لها صحيح طيب بخصوص الشعر نسمع منك شعر تراثي ولا تسمعنا الشعر الثاني من أي قصايدك الموجودة والله بصمعكم غزل غزل يقول تعبت أنادي بس يرجع لي الصوت وتعبت أسأل ما لقيت الإجابة وتعبت أقرأ قصتها صاحب الحوت يا كيف ربه بعد صبره احتفابه تعبت ويامي بشقة نفسي تفوت صبري بحر ودموعيني سحابه ما كان صبحي كفن والليل تابوت وما كان لي ديره ورفاقه ولابه يمر يومي وانتظر باكر يفوت وصارت أيامي في ظروفي تشابه وين انت يلي في الهواطب منعوت وين انت يلي يشتكي من غيابه مرت سنين قلوبنا باقي يشتوت بعد الوداد البعد دقيت بابه خليتني أعوف الشربي مع القوت والكون ضايق في عيوني رحابه مدام فات الفوت ما ينفع الصوت هذه الإجابة اللي بغيتها الإجابة قاعد وناطر بس ياخذني الموت وارتاح من دنيا العناو الكابه وارتاح من دنيا العناو الكابه يا سلام صح لسانك الشعر صح لديك كلمات حزينة على غزلية على توليفة جميلة في هذه القصيدة لا بد أنه التنويع مطلوب فالحزن هالأيام كثير كثير ماشي في سوقي وطبعا الكثرة الأحزان هذه تسبب مشكلة يعني في الشعر وفي الأغاني المسموعة في كل شيء صار الحزن موجود في المسلسلات التلفزيون اللي نشوفها ونحن ناقصين حزن وماشا الله يبعد الحزن من جميع إن شاء الله طبعا الشاعر ما نعلم لما نتكلم عن الشعر أيضا الشعر لها بواب كثيرة دائما كل شاعر يترك لها بصمة معين أو طابع معين أنا من خلال هذه القصيدة إذا سمعتها أقدر أقول أن هذه القصيدة للشاعر الفلاني نعم الطابع اللي الشاعر ما نحب يرسمه لشخصيته أو لكتاباته الشعرية طبعا هم الشهو طابع التراثي اللي اللي تعودنا على بيتنا يعني فأحيانا تحصل شاعر يطلع عن البيئة اللي موجود فيها فما يمثل بيتها اللي موجود فيها الشاعر نفسي يعني فما تعرفally شاعر من أي بيت تحصلة قصيدة شعبية مفردات شعبية من بيئة معينة أنت تقدر تحددها الشعر من بيئة صحيح وتحصل قصيدة ثانية مفردات ثانية من بيئة ثانية فهنا يصير اختلاف يعني ما تقدر تحدد هل شعر من هل بيئة أو من هذه البيئة صحيح فهذا هو الاختلاف ولكن الطابع المميز الذي رسمه الشاعر مانع طابع تراثي ولكن ما شاء الله نرى تنوع القصايد الموجودة يمكن أن يغلب الطابع التراثي ولكن أيضاً فيه تنوع لا أكيد أنا مش أن أقول طابع تراثي بحت أسبب بعد أحد المشاهدين يدقوا في المواضيع هذه ولكن أنك ما تخرج عن الموضوع مش أنه يكون شعبي بحت مش أنه يكون متجدد بحت صحيح فلازم فيه موازن لأنه فيه جمهور مثقف فيه جمهور القصايد الشعبية مرت لها سنوات ولها جمهور والقصايد الحديثة هذه لها جمهور فلابد من الشعر يكون متوازن يعني ما يخرج عن الشعبي ويرضي أيضاً جميل أدواق أكيد متابعين لشعرك شعر مانع أكيد حابين يسمعهم منك يعني مختلف الأمور سواء الغزل أو الاجتماعية أو الوطنية أكيد لا بد من الشعر تنطوي كل ساعة والوقت ما يمضيع بما نريده نحن بشر ونؤمن بكنز القناعة يحظ منه باقيه فيه رصيده دنيا وفيها من التجارب بضاعة خذلك من اللي في حياتك مفيده أعفو وسامح دام فيك استطاعة الله يغفر عن خطايا عبيده أعفو وسامح دام فيك استطاعة الله يغفر عن خطايا عبيده الإنسان ما يدري بساعة وداعه الموت واحد والمواقف عديده يخيرها ما بين صف الجماعة ويشينها أسبابها من حديده ويشينها أسبابها من حديده يا سلام بالفعل يعني اللي يركز بهذا الشعر وهذه الكلمات نستقي من خلالها بعض الحكم اللي لا بد أن نطبقها في حياتنا اللي منها التسامح فجميلة أيضا هذه الرسائل التي تبعثها من خلال كلماتك الشعرية شاعر مانع سعدنا اليوم جدا بهذه الكلمات المتنوعة المتميزة في شعرك إن شاء الله نتمنى لك التوفيق بإذن الله وأيضا لكل من يتابعك الشاعر مانع يستمتع بهذه الكلمات الشعرية ويزاكم الله خير وأنا شرف لي أني كنتم موجودة على قناة شرقية ويزاكم الله خير على الاستضافة مشكور الشاعر مانع ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق طبعا مشاهدين في باحر الشعر دائما تضيع حرفنا في اليوم أصبح للشعر كلمة ومعنى يصل إلى جميع العقل طبعا مشاهدين مستمرين أكيد معكم في أمسيتنا لهذا اليوم ولكن راح نتابع معكم بعد هذه الوقفة القصيرة فاصلوا راجعين